السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي عامل ايه اللي بيشوفني الاول مرة دوس اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان نصال الكويل جديد وتعالي نعمل مع بعض النهاردة ورقة اللحمة المشوية مع الخضار في الفرن من اسهل واجمل واجمل واصفات يمكن تعمليها وهتشرفك جدا جدا في صفرة رمضان تعالي نقول بسم الله ونشوف وصفتنا النهاردة اول حاجة دوسي لايك للفيديو تعالي نقول بسم الله كده ونشوف اللحمة بتاعتنا النهاردة معايا كيلو من اللحمة اي قطعية من اللحمة تنفى معانا في ورقة اللحمة ديك اه لحمة كبيرة لحمة صغيرة كندوز طبعا او ريش او كمان يا سلام لو لحمة ضاني ما فيش مشكلة خالص اه طبعا هعمل تكبيلة كده اللحمة المشوية سريعا كده لو انت مش عايز تعمل تكبيلة دي تستغني عنها ما فيش مشكلة وحطي ملح وفلفل بس على اللحمة بس طبعا هتديك طعم أجمل واحلب كتير للحمة والخضار اه عندي هنا بصلة كبيرة معلقة كبيرة من الملح معلقة كبيرة من الفلفل الاصمر معلقة كبيرة من بهارات المشكلة او سبع بهارات او بهارات اللحمة تمام ونص معلقة جنزبيل ونص معلقة من الارفة ورقتين لوري وفصين من الحبهان اه هتبلك كل التوابل دي في صندوق الوص تمام كده انا عندي هنا كبة صغيرة حاطيت فيها كل التوابل دي مع البصلة وكمان هياخد معلقة كبيرة من الزيت علشان تخلي اللحمة بتاعتي طرية ممكن تتخليم زيت زتون لو متوفر تمام كده وكمان هاخد معلقة كبيرة من الخل علشان اللحمة تستوي معي بسرعة وما تغيبش معي على النار وكمان عندي هنا معلقة من الصياسوس لو متاح عندك لو مش متاح ما فيش مشكلة خالص الصياسوس بيديها طعم الشاوي بالزبط معلقة واحدة مش هكتر تمام كده وهضرهم ضربة نعمة جدا جدا في الكبه ونرجع تاني مع بعض زي ما قلتلك كده بوصوا الخليط بتاعي بقى ناعم جدا زي ما انت شايفها تمام كده يعني انا متاح عندي وقت ان انا اعمل فيه التدبيلة دي من بالليل انا بيته من بالليل انت ممكن تقعديها ساعة في التدبيلة او ساعتين او ممكن تعمليها وتشتغل بيها على طول مفيش مشكلة خاص بس طبعا كل ما قعدت معاكي اه مسلا ليلة ولا حاكت بقى افضل بكتير بتبقى اللحمة شربت التدبيلة وبقى طعمها جميل جدا اللي بقى كده كويس جدا في التدبيلة واسبها في التلاجة لغاية تاني يوم وبكرة بقى ايه نرجع نكمل مع بعض دلوقتي انا ما اكو تاني يوم تدبيت بتاعتي خلاص كده شربت اللحمة شربت التدبيلة وبقت ممتازة جدا تمام عايز اقولك انت ممكن تستخدمي ايه قطعية ولكن تبقى اللحمة ملبسة ما تبقاش لحمة حمره خالص تمام كده اشتديج نتيجة افضل يعني زي ما انت شايفة ممكن تبقى لحمة فيها عضن يعني اي حاجة ممكن تنفى معانا فرقة اللحمة ما فيش مشكلة خالص تمام طيب عندي بقى هنا خضار اللي انا هستخدمه فرقة اللحمة عندي بطاطس متقطعة مكعبات عندي طماطم متقطعة مكعبات مش بنكتر طماطم عندي البصل متقطعة جوانح او جوليان عندي كمان كوسة جزر متقطع وكمان بصل وعندي كمان قرنفلفل رومي ويا سلام لو قرنفلفل حامي الخضار اللي انت عايزها كالطايق الليلي ممكن كما تستخدمي بسلة ممكن تستخدمي الفصولية الخضرة اللي انت عايزها برحتك خالص تمام كده تعال بقى ناخد اللحمة بتاعتنا ونروح بقى على النار شوف هنعمل ايه عندي بقى طاصة كبيرة صينية حلة حاجة تبقى واسعة شوية احط فيها معلقة من السمنة على معلقة من الزيت وهسياحة وسخن الحلة كويس جدا جدا تمام عايزة انزل باللحمة بتاعتي كده على النار آآ سخنة عايزة تاخد صدمة ما تنزلش ميتها وهشوحة كويس جدا وديها اللون حلو من ناحيتين اللحمة بتاعتي غامقة علشان الصيصة اللي حطناه في التدبيلة تمام كده ومش هقلبها ولا عمي اي حاجة خالص لغات ما تاخد صدمة وتاخد لون طب ايه فايدة الخطوة دي بتخلي آآ اولا باخد لون حلو لللحمة بتاعتي سنين اللحمة بتخلش كده في السوا ما بتخدش معايا وقت طويل في الفرن تمام هشوحة كويس جدا زي ما انت شايفة كده طب لو انا عندي لحمة كبيرة تمام هامل ايه بقى فيها آآ بعد ما شوحها الخطوة اللي احنا عملناها دي هضيف عليها كباية من المياه السخنة وهغطي الحلة واسيبها تشرب المياه السخنة دي هتستوي معايا ربع سوا نص سوا آآ بحيس ما تخلش معايا الفرن ما تقلبش معايا في الفرن كتير تمام كده بقى هضيف لها ورقتين لوري بعد ما شوحتها كويس جدا عن ناحيتين وكمان عندي فصم الحبان هفتحهم كده شين طلعوا راحتهم تمام وعندي كده رشة من كزبرة النشفة نص معلقة وكمان رشة من الفلفل اسود امعنا نحط لها كل حاجة بس هضيف لها كمان تاني ورشة كده من الملح تمام كده وهقلمك كده مع بعض تقليبة كده حلوة وكمان عندي هنا بصلة متقطعة آآ متقطعة كده جوانح تمام بصوا شايفين صوس اللحمة طحفة هقلب بقى البصلة شوية كده مع اللحمة بحيس حس ان البصلة بتادي تتبل معايا حاجة بسيطة بس مش اكتر تمام كده خلاص يعني تقليبة كده بسيطة مع البصلة هطلع بقى اللحمة بتاعتي كده والبصلة شايفين صوس اللحمة النزل معايا ده ده اذا اقولك خلاصة اللحمة كلها تحفة جدا جدا شايفين اللحمة هركنا بقى على جنب دلوقتي واجيب الخضار بتاعي وهنزله في نفس الحلة على نفس الصوس بتاع اللحمة اللي بنزل منها شايفين طب هعمل ايه دلوقتي انا ليه بعمل خطوة دي الخطوة دي بشوح الخضار بتاعي مع نفس الصوس بتاع اللحمة والسمنة اللي كان فيها وكده وفي نفس الوقت ايه بتخليها يعني الخضار بتاعي مترش معايا في الفرن على ما تستوي اللحمة تمام هبهر بقى الخضار بتاعي بنفس البهارات اللي انا حطتها على اللحمة كصبرة ناشفة وفي الاسود وبهارات مشكلة ومرح تمام كده الخضار بتاعي بيقعد على النار بالزبط يعني دي ايها دي امص مش اكتر من كده وكمان هحط معلقة صلسة كبيرة الليهم كويس جدا مع بعض تمام مش عايزة الخضار نزل ميته خالص عايزة احتفظ بقوامه تمام كده تاليه بواحدة بس كده وهطفي النار عليها على طول دفتله كمان نص معلقة من السكر علشان حمودة الصلسة اللي احنا حطناها تمام كده انا عندي هنا بقى اي سنية عنديك ممكن تستخدميها عندي هنا سنية ستلس حطيت بقى كده بطنتها بورق فويل من تحت وطبعا ما نفعش الخضار بتاعنا او الاكل اللامس الفويل على طول ده هضر جدا فانا هجيب بقى ورق الزبدة وحطها فوق ورق الفويل بحيس تبقى عازل بين الاكل والفويل تمام كده اجيب بقى الخضار بتاعنا وافضيه كده كله الخضارة هو ما نزلش ميته ولا دبل ولا اي حاجة خالص تمام وفيدة كده كويس جدا في الصينية بتاعتي شايفين ما شاء الله طبعا فرن بتاعتي السخنة عدارة حرمتين وهرس اللحمة بتاعتي دلوقتي كلها كده على الوش بالبصل بتاعها بكل حاجة عايز اقولك ان هممكن مكان اللحمة نستخدم يعني ممكن مكان اللحمة يبقى فراخ تبقى برضو حلوة جدا جدا كده هقفل عليها كويس جدا كده برق الزبدة واجيب كمان حتة اقفل بها لحتة المفتوحة دي تمام كده واقفل بقى عليها ببقى الفويل كويس جدا علشان تستوي معايا انا ما ضفتش مية هعتمد على مية الخضار اللي هتنزل منها وطبعا اللحمة برضو تمام لو انت حابة صوص كتير يعني حابة صوص كده حلو كده كتير مع الاشتكليبية الرز وكده دي في كباية من المية السخنة انا ما ضفتش تمام كده وقفل كويس جدا بس عشان اضمن ان بخار هو ده اللي هيسوي للحمة والخضار مش عايزة يبقى يعني حتة مفتوحة كده دخل هوا وهدخلها بقى الفرن فرن بتاعي على درجة حاج متين تمام بصوا الرف التاني من تحت ورايب جدا جدا من تحت خالص اهو تمام كده هدخلها بقى من ساعة وربع لساعة ونص حسب اللحمة بتاعتي ما تستوي انا اقعدت معايا ساعة وربع بالزبط بعد ساعة فتحتها لقيت اللحمة يعني محتاجة حاجة بسيطة ستة ربع ساعة كمان انا اقعدت معايا في الفرن بالزبط ساعة وربع تمام كده طبعا حسب اللحمة ممكن تبقى لحمة كبيرة تقعد شوية ممكن ساعة ونص او كمان ساعتين مفيش مشكلة خالص بصي ماشاء الله اللحمة مستوية جدا جدا يعني بصي عايزة تطلع حالك كده قيتها فصل اتماني قدي اللحمة دايبة ومستوية جدا ماشاء الله رحيتها تحفة ماخدش وقت في تحضيرها ولا اي حاجة بصي اللحمة دايبة جدا جدا والتدبيل انا عملتها دي من بالليل خلت اللحمة تعمها حلوة جدا وبالتالي الخضار تعمه تحفة بصي اللحمة دايبة ازاي تحفة جدا يا جماعة ماشاء الله قدمتها كمان مع رزق بالشعرية ممكن تقدميها معيش تمام كده نقدم بقى الخضار جنب قطعة لحمة كده نواعي بقى في الخضار وانت بتغريفي كده عشان يبقى الالوان كده جنب بعضها اكلة سهلة وخفيفة وسريعة ويعني عايز اقول لك من احلى واجمل اكاد ممكن تعمليها يلا بقى كده دي صفرتك بقى كده في رمضان وغيري بقى كل يوم زي ممكن تستخدمي مكان اللحمة تحطي فراخ هتبقى حلوة جدا جدا وهتعجب ديوفك ان شاء الله واسرتك بلا هنا والشفاء عليكم ان شاء الله يا رب تكون وصفة عجبتكم النهاردة واتجربوها واستنون ان شاء الله الفيديو جديد وشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة